السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله قد نشترك معكم طريقة تحضير لمول كنتوا واحد لما رهضرت علي واحد الفيديو وطلبتوا مني الطريقة نتمنى ان شاء الله تعجبكم طريقة سهلة جدا وكتتحضر بسرعة وهذه هي الوقيته ديالهم وفي نفس الوقت قد نشارك معكم الحنة اللي كان ستعمل باش كان لتغطية الشيب نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون مفيد هنا اخذت مقطع اللي كنت ضيجة كنت نزلت لكم هاد الفيديو هذا مقطع من فيديو سابق طو قد نخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل هاد الفيديو اللي بغا يشوف الفيديو كامل هنا اخذت اول حاجة كنتستعمل يعني قبل ما كنت نستعمل الحنة اللي كنت نغطي بها الشيب كنتستعمل حنة عادية يعني حنة اللي كنجيب من المغرب وبالنسبة الاضافات اللي كنضيف هاد الحنة الحنة كتبقى على حسب يعني حلا حسب المتوفر على حسب كل مرة وشنو كنتستعمل يعني ممكن استعملوا فيها شوية ديال العسل شوية ديال الزيت باش بالنسبة للناس اللي كيخافوا انها تنشف لهم الشعر يعني من الاحسن يضيفوا شوية ديال العسل شوية ديال زيت الزيتون ولا زيت يعني الكوك على حسب المتوفر وكنضيفوا حتى بيضاء ومهم انا كنت هنا اضفت هاد المرة كنت اضفت لبودر دونيم وماشي ضروري هادية لا توفرتوا عليها صافي كان ضروري ما كنخلطوها بالماء الساخن باش كتطلق لينا مزيان ومن بعد كنتبتوها على الشعر وكنخليوها من ساعة حتى الساعتين حتى ثلاثة تسويع يعني يلاخلينا من فوتو شربعة تسويع صافي كان غسلوها لانا من بعد لانش فترة ما كتبقى يعني ما كتبقى عند احتشي فائدة كانضيفوا الفيلم وكنغسلوها ومن بعد كنضيفوا اه كننخلط هاد الحنة هادي لغدان ديال الهند كيقولوا لها انديقو انا هاد هاد شريت ميتين وخمسين جرام اه كنتستعملها على ثلاثة المرات كتبقى على حسب يعني بحال هادي مثلا كتدي لي انا ثلاثة ديال الشهر يعني كلها كنتستعملها ثلاثة اشهر كنتستعملها يعني مرة في الشهر يعني كافية باش كتت تلون لي شعري في الاسود ومن بعد لو بغيتوا تلون تلقوشي لون اخر كين اه كين اه كينين الوان اخرى الى استعال الى زربتي حاجة اخرى ان شاء الله هنشاركها معكم اه كيف ما كتشوفوا معي كل مرة وكيفاش كنخلطها بحال يوم غدا نخلطها غي مع مع العسل والخل اه شي مرات كنخلطها مع السيدر ولكن هاد المرة انا اه هاد المرة فضلت انني استعملها غي مع العسل والخل وحتى غدا نشل الشعري ومن بعد غدا نخليه حتى اه لنهار تاني وغدا نغسل شعري بودرة ديل مسحوق ديل السيدر ومسحوق ديل الى بغيتوا ان شاء الله هنشارك معكم هاد الخليط هاد احتى هو قلوها لي في التعليق مهم كيف ما كتشوفوا معي ضروري كن عندكم ليقون ضروري تديروا ليقون يعني ليقات باش ما كيتسبغوش ليكم اه اه دفار ديالكم لانها كتولي كتكحل الدفار واحتى مني تكونوا كتستعملوها في الحمام وردو البل لانها كت اه كتسبغ هي كتطلق يعني اي حاجة قا استغضت تطلق ليكم اه وخاكت اه را كتزول يعني لا استعملتوا لو جافر را كتمشي ولا الخل مشي مشكل مهم كنخليوها في الشعر يعني انا خليتها 4 سوية دائما كخليها 4 سوية باش كتعطيني نتيجة زيانة كيف ما كتشوفوا معي كنخلطها بالماء الساخن طروري الماء الساخن كنخليها 4 سوية وكيف ما قلت ليكم كنشللها سافي كنشللها ما كنستعمل الشامبوان باش كتشد لنا مزيان كيف ما كتشوفوا معي كنخليها هكده يعني تقيلة شوية باش ما تقاش تنزل ليها وسافي ان شاء الله الى بغيتوا توضيحات اخرى في فيديو مقبل ان شاء الله ولي داندوزو الليمون الليمون اللي غدا نستعمل قبل اول شي كننغسلوهم مزيان يعني كنحكوهم مزيان كيف ما كتشوفوا معي كنحاولو نحكوهم كينوحد بحال الربيع كيكون في الجنية بديل هاد ليمون هادو كنحاولو نزولو وكيكون حتى كيكون لاصق فيهم وحد شوية ديال كيكون لاصق بحال شكل كوكياج مويم هادا كيلا بايتو تزولو كتزولو وما باتش تزولو كتخليو هاكدك اول حاجة هنا كنناخد يعني مغميت ولا طنجرة عادية وكنضيف لها شوية هنية البصل كتستعملو اما بصل عادي ولا انا استعملت البصلة الخطارية ولا ليزي شالوت وهنا عدنا الربيع والقصبر والمعدنوس واستعملت حتى الحبق اللي هو ماشي ضروري هنا عدنا شوية ديال كامون شوية ديالقصبر وشوية ديالفلفل الوردي اللي نقدروا نستغنوا عليه وضروري ما تستعملوش الملح لان لان ليمون مالحين اذا مشيتوا تستعملتوا الملح غضي يجيكم مالح بزاف يعني من احسن من استعملوش الملح غد توابيل صافي صافي كيبقوا هادو هما المكونات اللي غدا نستعمل هالطريقة هادي سهلة وبسيطة جدا ولكن اللي داقهم كي اه يعني شحم واحد كيقول يالله ما كنا كلش حيثنا دائما كنقدموهم بحال اندخي يعني في اللول يعني كمقبلة شحم واحد كيقول يالله ما كيبغيش ليمول ولكن عاكي يدوقهم بهالطريقة هادي كي يعجبوه سافي كن نسدع ليها وكي تحلوا الراسهم يعني كنخليهم اه خمسة دقايق غي خمسة دقايق سافي ذيك البصيلة كالطيب وكتلق المادة قزوين مع هادك الكامون والقصبر كتلق المادة قزوين فد ليمون سافي وكنقدمها مع الحامض يعني ضروري طريفات ديال الحامض نقدموها معها باش اللي بغي يكون لهم مع الحامض اه نتمنى ان شاء الله تجربوهم كينين طرق اخرى ولكن هالطريقة هادي كي يجيو خفافين وصحيين وزوينين اه نتمنى ان شاء الله تجربوها ولو جربتوها اه ردو عليها اه الخبار ان شاء الله ما تنسوش تكتبو لي تعليق تقولو لي رأيكم فهد ليمون كيف ما كتشوفو معايا كنخليها خمسة ولا عشرة ديال دقايق يعني لحسب لحسب العافية اللي واش غدا تنقصوه ولغدا تجهدو كيف ما كتشوفو معايا ههو ما تحلو يعني انا يا داستغي خمسة دقايق يتحلو حتى الغطاء ديال يعني التنجرة تهز لانه ولا وكتاري صافي وهنايا عندنا غي السردين يعني ديجا قدم طرق عديدة ديال السردين يعني طيب توف الفرن عادي هاد السلطة هادي كنضيف من الفوق فيها غي شوية ديال حبق شوية ديال القصبر وشوية ديال التوماء والزيت الزيتون فقط كننضيفها من الفوق كالزيت للددلينة هادك السردين وبالنسبة لهات السلطة كلهم غدا نخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو ما بغيتش الفيديو يكون طويل بزاف ويكون التكرار نخلي لكم ان شاء الله الروابطة ديال كل شي هاد السلطة هادو عاديين يعني غيز علوك شوية ديال شوية ديال لوبيا وشوية ديال خيز ومحمد صفية قدمتهم هادا الطريقة هادي اتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم هي الاعجاب ديالكم وكان اشكركم بزاف 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 على التعليق ديالكم على المساج اللي كتصفت ليها على الرسائل كتصفت ليها الله يجزيكم الف خير شكرا على حبكم وشكرا على الوفاء ديالكم انتمنى انشاء الله ما نتعطرش عليكم هنحاول في جهدي باش من نتعطش عليكم وإلى وصفة جديدة إن شاء الله أستوضعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة